بقية التوابش نهزوكم لجولة في الصحف اليومية في جرائد اليوم في جرائد اليوم نبدأ بالحديث على خبر رياضي هيمت ناولدت جميع الصحف تقريبا جريدة الشروق اختارت عنوان زلزال في البطولة المحكمة الدولية تثبت الشابة في النسيونال اذا ابرز ما جاء في المقال هذا يا زلزال كبير رب البرح السياحة الكروية وهي تستعد لاستقناف نشاط البطولة المحلية بخضور 14 فريق على ان يتم في كل جولة اعفاء ناديين من المنافسة وهي مهزلة اخرى ليس الوقت مناسبة للحديث عنها هكذا تقول جريدة الشروق تقول ايضا ان البرح خلخلة التاس ارويقت الجامعة ومختلف هيكلها الفرعية بعد ما تم اصدار قرار يقضي بتثبيته للشابة في النسيونال وهو ما يبعث كل الاوراق عفوا ويخلط جميع الحسابات تقول جريدة الشروق انها في خضام الفرحة هذه التي تعيشها الشابة تحدثت مع رئيس الهلال توفيق المكشر لرصد انتباعاته حول قرار التاس توفيق المكشر تكلم بارتيح كبير وثقة عالية قال ان الحكم الصادر عتاس لم يكن مفاجئا وقد اكد مرارا وتكرارا وعبر مختلف المنابر الاعلامية الحرة ان الهلال في طريقه ليكسب قضيته والمحافظة على مكانه في الرابط المحترفة الاولى نقد مع جريدة الشروق تحدثت على يوم غضب وطني للمعالمين النواب تقول ان البرح المعالمين النواب نفذ يوم غضب وطني انطلق بوقفة احتجاجية من وزارة التربية قبل التحول في مسيرة سلمية الى ساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بحقهم في الانتداب ورفض صياغة تشغيل الهش تنفيذا لمقررات الجامعة العامة لتعليم الاساسي لتخوض اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة التربية وتنديدا بالسياسة المعتمدة في التعامل مع ملفهم نمروا لجريدة المغرب مقال تحت عنوان في لقاءة متفرقة مع سفراء كل من فرنسا ألمانيا اليابان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بودن تحشد الدعم لإقناع صندوق النقد الدولي أبرز مجايف المقال هذا يتقول أن يتجه الوضع المالي للبلاد إلى مزيد التعكر وصد توترات وخلافات وتجاذبات سياسية غير مسبوقة وينبلغ انخرام العجز الهيكة لمداه وزادة الحاجة إلى تمويل الميزانية وتوفير موارد مالية مما يفرض على الحكومة الحصول على قروض خارجية وتنتظر أغلب المؤسسات المالية الدولية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تقول الجريدان وتعددت اللقاءات اللي قامت بها نجلة بودن قبل الاجتماع المرتقب للإطارات الفنية لصندوق النقد الدولي فالحكومة تدرك أن الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها إلى اليوم لن تكون كافية لإقناع الشركاء وبذلك فهي تعول على الدعم الدولي لتنطلق في إجراء العديد من اللقاءات مع سفر فرنسا ألمانيا اليابان والمملكة المتحدة مازلنا مواصلين معكم نمروا لجريدة الصباح نتحدث على مقال آخر كيبو سياسي جديد وتشريعية دون أحزاب هذا العنوان المقال تقول جريدة الصباح خرجة الانتخابات التشريعية سابقة لأوانها والمقررة اليوم 17 ديسمبر القادم عن سيطرة الأحزاب المشاركة في هذا الموعد وإذا احترمت أحزاب المعارضة نفسها وأقارت مقاطعة الانتخابات لغياب الحد الأدنى الديمقراطي فقد وجدت أحزاب أخرى نفسها أمام أحراج وقلق كبير في هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل منصري أن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريع المقرر اليوم 17 ديسمبر القادم كانت هذه جرائد اليوم نازلنا مواصلين معكم برايم تايم بعد شوية نستقبل في نبيل عياد رئيس الغرفة الجهوية لتجار المواد الغذائية بالجملة بتونس كل ما يمكن أن نعرفه اليوم حول إشكالية التزويد والتزود وضعية الدبوات اليوم فما مواد غذائية ولا لا مشكلة الاحتكار هذا موضوعنا اليوم في ذيف البرايم بعد شوية أقضوا معنا ما تغيروش الموجة